تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر مشرف العاصمة أبو ظبي صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديق الجدد لدى الدولة الذين نقلوا تحيات قادة وزعماء بلدانهم إلى صاحب السمو الشيخ ليفة بن زايد دال انهيار رئيس الدولة حافظه الله وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهم لدولة الإمارات بدوام التقدم والرخاء والاستقرار فقد تسلم سموه بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد دال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد دال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شهون الرئاسة واسمو الشيخ عبدالله بن زايد دالن هيان وزير الخارجية أورق اعتمادي كل من أصحاب السعادة سفراء اليابان وإيطاليا وسويسرا والمجر والسودان والدنمارك وفنلندا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والبوسنة والهرسك وجمهورية مصر العربية ودولة قطر وهولندا وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بسفراء الجدد وعائلاتهم متمنيا لهم رغد العيش والاستقرار والتناغم في مجتمع دولتنا العربي المسلم والمتنوع الذي يحتضن بكل الحب والترحاب والتسامح مئات من الجنسيات والثقافة المتنوعة من مختلف دول ومناطق العالم وأكد سمو خلال تجاذبها أطرف الحديث مع السفراء الاشقاء والاستقاء أن أبواب سموها أصحاب السمو الشيخ والوزراء وجميع المسؤولين المعنيين في الدولة مفتوحة أمامهم في أي وقت للتشاور وتبادل الآراء والأفكار البناء التي تساعد في إيجاد مجالات جديدة للتعاون بين دولتنا وشعبنا ودولهم وشعوبهم بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع موضح أن سموه أن وزارة الخارجية في الدولة تحرص على تسهيل مهام السفراء والوصول إلى الجهات المعنية في الدولة والمسؤولين من أجل مساعدتهم على داء مهامهم بسهولة وعلى أكمل وجه وأشار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي إلى أن دولتنا بما لديها من خبرات مدواضعة وكفاءات بشرية في مختلف الميادين خاصة العلمية والاقتصادية والمالية والسياحية تمد يدها إلى الدول الشقيقة والصديقة من عجل التعاون وتبادل هذه الخبرات والاستفادة من كل ما هو متاح لدى كل طرف مؤكدا سموه أن دولتنا الحبيبة تزخر بالعديد من الفرص السائحة للعيش الكريم والاستثمار المجدي والطاقات المبتكرة والمبدعة جميعها تشكل قاعدة عريضة وصلبة لاستقطاب العقول البشرية والعوس الأموال ورجال المال والأعمال نحيك عن السياحة الذين يجدون هنا في بلادنا الثقافة المتنوعة والأرث الثقافي الغني لدولتنا وشعبنا وكافة مقومات السياحة العلاجية والترفيهية وغيرها واختتم سموه حديثه مع السفراء بالتأكيد على حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدالن هيار رئيس الدولة حفظه الله بمد جسور التواصل الإنساني والتعاون مع جميع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة من أجل بناء مجتمعاً إنسانياً على مستوى العالم قائماً على العيش المشترك والمساواة والعدالة واحترام الآخر دون تمييز بين عرق ودين ولغة حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي أحمد جمع الزعابي نائب وزير الشؤون الرئاسة ومعالي الفريق مصبح بن رشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية